قدم معالي السيد محمد بن ابراهيم المطوع وزير الشؤون مجلس الوزراء عرضا حول الأولويات الحكومية وخطط التنمية في المرحلة المقبلة مشيرا إلى تطور برنامج عامل الحكومة منذ العام 1968 إلى الوقت الحالي وما ترتب عليه من تعديلات دستورية ومصادر معلومات بالإضافة إلى أدوات قياس الإنجاز الحكومي والتي اعتمدت على معايير دولية بالإضافة إلى المشاركة الشعبية أستطيع أن أقول أن المرحلة الثالثة من تطور برنامج عامل الحكومة يأتي بعد التعديل الدستوري الأخير والذي أعطى لمجلس النواب حق قبول أو رفض البرنامج هنا أصبحت الحكومة هي رهينة برنامجها متى ما قبل البرنامج قبلت الحكومة وإذا رفض البرنامج وعيد تشكيل الحكومة وهذه نقلة كبيرة في التطور السياسي في البحرين نحو مزيد من الديمقراطية ونحو مزيد من المشاركة الشعبية والرأي الشعبي في برنامج عمل الحكومة التطور الأخير الهام الذي حصل على برنامج عمل الحكومة هو أن هناك أولويات حكومية وليس أولويات وزارية بمعنى إيش أنه كان لما يكون الإسكان مشاريع إسكانية تجهز وكهرباء مو موجودة لها الآن لا المشروع الإسكاني إذا كان أولوية حكومية يجب كل الوزارات تعمل في اتجاه الأولوية الحكومية بمعنى أن هناك مشروع إسكاني في المكان الفلاني يعني الطرق يجب أن توصل إليها الكهرباء يجب أن توصل إليها فأصبح التكامل في العمل الحكومي أفضل بكثير والتوجه نحو أولويات محددة وأهداف محددة هو الهدف أو هو المسعى التي تتخذ الحكومة وبالتالي أصبح ببرنامج عمل الحكومة مصادر حتى تستطيع أن تعرف أولوياتك لا بد هناك مصادر لعمل البرنامج أول هذه المصادر خطابات وتوجهات جلالة الملك نعتبرها وثيقة لعمل البرنامج كلمات وتوجيهات سموا رئيس الوزراء نعتبرها وثيقة نعتمدها في وضع البرنامج توجهات رؤية البحرين 2030 نعتبرها توجهات تأخذ لبرنامج الحكومي تطلعات المواطنين ويتم استقاءها من الصحافة التواصل الاجتماعي الالتماسات الشكوى وكل وسائل التعبير الأخرى يجري عليها بحث وتفرغ للاستفادة منها في برنامج عمل الحكومة وتم في البرنامج عمل الحكومة الأخير تم تحليل 1600 شكوى والتماس ومقال في التواصل الاجتماعي أو في الصحافة حتى نستقي منها الرأي العام كيف ينظر إلى الخدمات الموجودة ثم الاستبيان لأجرة الأمم المتحدة وتحت عنوان من أجل عالم أفضل اشترك فيه 4269 بحريني وضعوا أولوياتهم أو تطلعاتهم لحياة أفضل أخذت هذه ضمن الأسس التي يبنى عليها برنامج عمل الحكومة برنامج عمل الحكومة قبل رؤية 2030 كان البرنامج يقوم على الإنفاق من الميزانية أي بمعنى أن برنامج الحكومة هو ما يتتضمنه ميزانية الدولة بعد رؤية البحرين 2030 نظرنا إلى البرنامج أنه ليس برنامج النشاط الحكومي إنما هو برنامج البحرين تنفذه الحكومة برنامج البحرين تشرف عليها الحكومة فصار أوسع فأصبح المصادر التي تنفذ برنامج عمل الحكومة الميزانية الدولة الدعم الخليجي أو أي تمويل من خارج الميزانية والمشاريع الكبرى التي ينفذها القطاع الخاص كل ذلك يعتبر جزء من برنامج عمل الحكومة لأن الحكومة هي فاعلة فيه سواء كان بتشجيع القطاع الخاص في اتجاهها أو بوضع الأنظمة المحفزة لهذا الجانب وحتى يتم معرفة إلى أي مدى حققت الحكومة أو حققت البحرين برنامجها تم وضع منظومة الكترونية توضع فيها جميع المعلومات عن كل المشاريع التي تخضع إلى برنامج عمل الحكومة فتم وضع هذه المنظومة تقيس وتتابع 700 مشروع وبرنامج حكومي تقوم برصدها وقياس تنفيذ جميع المشاريع التي تتضمنها البرنامج ومن خلال تطور العملية القياسية والرصد اتضح أن هناك فعلا تحسن كبير في أداء الأجهزة الحكومية في تنفيذ مشاريع بدأت المنظومة في متابعة تنفيذ المشاريع 2012 وكان نسبة الإنجاز 53% من المشاريع 2014 وصلت نسبة الإنجاز إلى 77% من المشاريع معناه أن فعلا المنظومة حققت غرضها لأن هذه المنظومة ليس فقط تقول لنا ما كثير نفذنا من هذا المشروع إنما تقول لنا بجرس انذار أن هذا المشروع قد يتأخر لأننا لدينا خطوات التنفيذ فيها بسيطة فننبه الجهات ذات العلاقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر